شاهدين باختلاف ثراء السودان وتنوعه واختلافه كمان في الجبال دائما عند طابق خاص يبل كلباء يعني تفاصيل مختلفة من التماسك والوحدة من خلال تقريرنا القادم متابع جبل كلباء الراقد في أحضان حاضرة ولاية جنوب كردوفان يمثل واحدا من منظومة الجبال السبعة المكونة لقبيلة كودوغلي إحدى أهم قبائل منطقة جبال النوبة وأهمية قبيلة كودوغلي تبلورها مفاهيم سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية فالقبيلة ظلت ممسكة بحبل الوحدة والتماسك وبوتقة تنصهر فيها العديد من القبائل والإثنيات ولعل هذا التواصل الاجتماعي بين قبيلة كودوغلي والقبائل الأخرى عربية كانت أمنوبية إنما اخططه الأمراء والمكوك الذين تعاقبوا على إدارة شؤون القبيلة فشكلوا نسيجا وحدويا مع القبائل المجاورة التي اعتزت بهذا التعايش الأفراح والتواصل الاجتماعي سمة بارزة في تقاطيع قبيلة كودوغلي درجت على إظهارها كلما سنحت مناسبة اجتماعية كانت أمدينية أو حتى وطنية إذ تجتمع القبيلة بمنظوماتها السبع كلبا، مرتا، حجر المك، تقو، تافري، كليمو ودمبا تجتمع هذه المنظومة لتمارس الأفراح والتواصل الاجتماعي وتبحث من قبل شؤون القبيلة هذا الطبل يسمى عند قبيلة كودوغلي بالنحاس وهو طخص خاص عند القبيلة ظل يمارس منذ عهد المكرى حال أندو والمك إدريس يتضمن هذا النحاس عدة دلالات ومعاني وبجانب النحاس تتميز قبيلة كودوغلي برقصة الكمبلة التي تجاوزت حدود القبيلة إلى معظم قبائل الجبال النوبة بل أصبحت الكمبلة رقصة قومية يشارك بها السودان في المحافل الإقليمية والدولية احتفالات قبيلة كودوغلي تتميز بنوع خاص من الأكلات الشعبية تمثل هذه البليلة واحدة منها حكومة ولاية جنوب كردفان التي شرفت الاحتفالة وأشادت بمدلولاته وقيامه الاجتماعية والثقافية تقدمت لأبناء قبيلة كودوغلي برجاء ويأتي موسم العيد حصاد السمسم المجدول وعيش الريفي والقندول سبر النار وسبر اللوبة أفراح لها مدلول تعج الأرض يرقص فوقها البعض وبعض في سباق شائق ويطول هكذا تمخض التواصل فولد فرحا رقص على أنغامه الجميع وما أحلاها من ساعات للتلاقي لتدفق خلالها دموع المآقي ترجمة نانسي قنقر